التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بالسيد عبدالله الدردي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية وخلال اللقاء أشار اللواء الزبيدي إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه لأن تلعب الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي دورا أكبر في إعمار ما دمرته الحرب من جانبه أكد المسؤول الأممي استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز دعمه المقدم لبلادنا واستعداد البرنامج إرسال فريق خبراء للتنسيق مع الحكومة في جانب إعداد الدراسات وتحديد الأولويات على المدى القصير والمتوسط والبعيد وعشار السيد الدردري إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجالات الطاقة والمياه ترجمة نانسي قنقر